ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لعب دورا مهما في توفير الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل خلال تلك الفترة الاستثنائية مشددا في ذات الوقت على خطة التعافي الاقتصادي والتي تمتد لأربع سنوات مقبلة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل وتنمية القطاعات الواعدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المولدة للوظائف وأشار الوزير إلى أن الحكومة الموقرة قامت بتوفير مختلف التسهيلات للانتقال العمال الوافدة بين المنشآت وإيقاف تحصيل رسوم العمل في تلك الفترة مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحقيقها مملكة البحرين على صعيد حماية العمال وحفظ حقوقهم وتوفير بيئة العمل الآمنة هذا وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام كلمته على مواصلة البحرين التعاون مع هيئات منظمة العمل الدولية والدول الشقيقة والصديقة لتكريس الأسس والمبادئ التي أنشئت المنظمة من أجلها ومساعيها لنشر العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل بالتعاون مع أطراف الإنتاج ترجمة نانسي قنقر